السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد أيها المشاهدون الكرام حياكم الله تعالى نعيش هذه الدقائق المعدودة وفي هذه الحلقة المباركة في برنامج هذا ديننا مع موضوع مهم للغاية وخلق من أخلاق الإسلام إذ أن دينا الإسلامي دين عظيم له مكانته وللأخلاق مكانة أيضا في هذا الدين الأزمة الحقيقية بين الناس عندما ينظر الإنسان إلى المجتمع الذي نعيش فيه يجد أن الأزمة الحقيقية لست أزمة اقتصادية أكثر مما هي أزمة أخلاقية بين الناس عندما ننظر إلى الواقع وما يحتاجه الناس نجد أننا نحتاج جميعا إلى أن نتعلم مبادئ الدين فالأخلاق الحسنة والأخلاق الحميدة وحسن الخلق ومكارم الأخلاق جاءت بها الشريعة الغراء شريعة نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فالنظر إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجد وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اختزل بعثته المباركة في إتمامه لمكارم الأخلاق حيث يقول صلى الله وسلم وبارك عليه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق فالأخلاق الحسنة والأخلاق الحميدة والأخلاق عامة هي من أصول الدين الأربعة الإيمان والأخلاق والعبادات والمعاملات الدين الإسلامي يدعو إلى ديني إلى حسن الخلق وإلى مكارم الأخلاق الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه لما مدحه رب العزة سبحانه وتعالى لم يمدح في نسبه ولا في مكانته ولا في شرفه إنما مدحه وأثنى عليه في مكانم الأخلاق وفي محاسن الأخلاق حيث قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فامتدح ربنا جل وعلا نبيه محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في أخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم لعلى دين عظيم يدعو إلى مكارم الأخلاق الدين الإسلامي الحنيف ليس دين صلاة وصيام وقيام وعبادات فحسب إنما أيضا دين قيم ودين أخلاق لذلك عندما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه الحسنة التي سئلت عليها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم فأفضل من دعا إلى الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لما دخل الناس في دين الله عز وجل ما دخلوا بالسيف وما دخلوا بغلطة النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخلوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الحميدة وبأخلاق الصحابة فلابد للذي يدعو إلى الله عز وجل أن يكون خلقه حسن كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أفضل من دعا إلى الله عز وجل على بصيرة هو نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وكانت دعوتهم بحسن الخلق لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم الناظر إلى سنته المباركة والناظر إلى قرآن ربنا عز وجل وكتاب ربنا سبحانه وتعالى يجد أن الله عز وجل دائما يدعو إلى الأخلاق الحميدة العقلاء يجمعون ويقولون بأن الإنسان حسن الخلق الذي أخلاقه حسنة أخلاقه فاضلة المتحل بمكارم الأخلاق لابد أن يمدح وأن يمدح عمله وتمدح مكانته أما سيئ الأخلاق فالجميع يبتعد عنهم الجميع يبتعد عن سيئ الأخلاق عندنا الصدق والوفاء بالعهد وحسن المعاملة والكلمة الطيبة وبر الوالدين والصلة الأرحام وكل الأخلاق الحميدة التي يتحلى بها والتي يتحلى بها العبد نجد أن العبد الذي يتحلى بهذه الصفات ويتمسك بهذه الأخلاق وبهذه الفضائل لابد له أن يمدح بين الناس وتكون له مكانة عند الله عز وجل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على أكثر الناس دخولا للجنة من أكثر الناس دخولا للجنة من له مكانة في الجنة هل المصلون جميعنا يتوقع بأن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس دخولا للجنة وأقرب الناس منزلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس مكانة وأعظم الناس مكانة عند الله عز وجل هم القائمون بالليل هم الذين يتصدقون بكثير من الأموال هم كذا وكذا وكذا من الأعمال الصالحة التي لا نقلل البتة من شأنها ولا نقلل أبدا 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 من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل وثوابت الدين ولا نقلل أيضا من أركان الإسلام ولا نقلل من أركان الإيمان إنما أكثر الناس دخولا للجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر أحسن الناس خلقا أحسن الناس خلقا هم أكرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم منزلة نعم هم أكثر الناس دخولا للجنة نعم هم أقرب الناس إلى الله عز وجل نعم هم من يحبهم الله سبحانه وتعالى نعم بل إن الله عز وجل بيّن في كتابه الكريم وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أيضا أن الجنة التي أعدها الله عز وجل الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من هؤلاء المتقون الذين أخبر الله عز وجل عنهم أن الله سبحانه وتعالى أعد لهم الجنات وأن لهم مساكن طيبة في جنات عدن من هؤلاء المتقون؟ قال سبحانه الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس الله يعني كظم الغيظ هذا من الأخلاق الحميدة نعم هذا من مكارم الأخلاق نعم هذا من الفضائل نعم والعافين عن الناس أن تعفو عن من ظلمك وأن تعفو عن الناس وأن تأخذ بيد الناس إلى طريق الخير وإلى طريق الصلاح إذا وجدت إنسانا ما يقع في مصيبة ويقع في ذنب من الذنوب وما ذممته ولكنك أخذت بيده إلى الطريق المستقيم وذكرته بالله رب العالمين وبينت له أنه لابد له أن يتق الله عز وجل وتذكره بالله سبحانه وتعالى وتذكره بأن يخاف الله عز وجل هذا العفو عن الناس هذا له مكانة عند الله عز وجل أن يأتي إليك إنسان ما سائل سائل يسأل الحاجة فترده بلطف وبلين وتتعامل معه برفق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والعافين عن الناس والله يحب المحسنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن كان نبينا صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض ما نهر النبي صلى الله عليه وسلم سائلا وما جاء أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله إلا ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلطف وبلين وساعده النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحتاج هذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحد من الصحابة أو دعا أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أي مرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تدعو النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من النبي إلا أن يقول لبيك لبيك الله أكبر هذه أخلاق الإسلام وهذه أخلاق النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم الذي مدحه ربه جل وعلا وأنزل في حقه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة مادح النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم هذه كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجهته وهذه كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للصحب الكرام الذين تعلموا مكارم الأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها فبما رحمة من الله لنت لهم الله وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ لصحابتك وما أرسلناك إلا رحمة لأهل بيتك وما أرسلناك إلا رحمة لأقاربك كلا والله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظا القلب لن فضوا من حولك يدعوه الله عز وجل إلى العفو والصفح الجميل فاعف عنهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله لم تكن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم مقتصرة على زوجات النبي وعلى آل بيت النبي وعلى الصحابة الكرام إنما كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عامة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عامة مع المخطئ قبل المصيب يأتي أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجذب النبي صلوات الله وسلامه عليه من ردائه ويقول له يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فليس مالك ولا مال أبيك يا تخيل إن إنسان مننا كده ماشي في الشارع ويلاقي واحد كده بيشده وبعنف ويقول له هات لي اديني أنا عايز منك سائل يسأله ماذا يكون موقف الإنسان منه يغضب لا نبينا صلى الله عليه وسلم ما غضب ولكنه نظر إليه وهو يعفو عنه ويسامحه ويبتسم له النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأمر له بعطاء هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عاجزا على أن يسب هذا الرجل أو أن يضربه أو أن يأمر أحدا من الصحابة القرامي أن يقوم بضرب هذا الرجل كلا والله كان النبي صلى الله عليه وسلم مستطيعا أن يفعل ذلك ولكن هذه ليست أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخلاق النبي الرحمة رحمة مهدا صلى الله عليه وسلم لما جاء أعرابي وتبول في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جالس بين أصحابه ثم ينظر إليه الصحابة ويردون أن يضربوه وأن يبين له أنه أخطأ فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تذرموه لا تقطعوا عليه بأو لا تقيتوا بإناء من الماء ثم ضعوه فيأتي الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينظر ويجد حلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت أخلاق النبي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المسجد مكان مقدس طاهر لا يجوز للإنسان أن يتبول فيه ليس مكانا ليس مولة وليس مكانا للقاذرات إنما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم برفق لا تذرمه لا تقطع عليه بولته فيأتي الأعربي عندما ينجد هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يجد أخلاق النبي هكذا لا تذرمه ولا تقطع عليه دعوه اتركوه حتى يقضي أمره فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يجامل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحدا سوانا يعني يتمنى الرحمة له وللنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قد حجرت واسعا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا برفق وبلين يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوما من الأيام لننظر سماحة الإسلام وننظر ونجد حلم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيجد رجلا يسمى ثمامة بن أسال مربوطا في سرية من سوال المسجد رجل سيد من أهل اليمن معروف عند قومه ومعروف مكانته سيد معروف عند الناس يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله فإذ بالصحابات الكرام يأتون به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويربطونه في عمود من أعمدة المسجد فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فيجد ثمامة لأنه معروف عند الناس فيقول له النبي يا ثمامة ماذا عندك؟ جاي ليه إيه اللي عندك قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال سلتعطى من المال ما شئت يا سلام لو عايز مال خد مال خد اللي انت عايزه وإن أتلتني أنا رجل معروف عند قوم مش يسيب دمي أبدا يضيع هدرا إنما يقتلونك وتقوم الحروب وتشتعل النيران بسبب قتلك لي وإن تنعم تنعم على شاكر انت ركتني وخليت سبيل لن أنسى لك هذا الجميل فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي النبي في اليوم الثاني فيدخل المسجد بثمامة مربوط فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم يا ثمامة ماذا عندك ها في جديد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلت لك إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال سلتعطى من المال ما شئت فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي في اليوم الثالث فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال في اليوم الأول والثاني ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الضيف ثلاثة أيام أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم عمله في هذه الثلاث بلطف وبلين ما قهره وما ضربه وما سبه وما شتمه وهو يعلم يقينا أنه جاء ليقتله جاء ليقتل النبي ولكن أين أخلاق النبي وأين دعوة النبي وهنا نرد على كل من يقول أن الإسلام قد انتشر بالسيف وأن الناس ما دخلوا في دين الله عز وجل وما دخلوا في دين محمد واتبعوه إلا بغضب النبي وبالسيف وبالقتال كلا والله فخل النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة ترك سراحه فذهب ثمامة إلى أقرب بئر ماء إلى أقرب نخل واغتسل عندها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله إن وجهك كان أبغض الوجوه إلي فأحب أصبح الوجوه إلي يا محمد إن دينك كان أبغض الأديان إلي فأصبح أحب الأديان إلي إن بلدك كانت أبغض البلاد إلي فأصبحت أحب البلاد إلي يا الله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذا مصداقا لقول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم نعم عداوة جاء ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يبغض شيئا أكثر من بغضه للنبي وما يبغض دينا أكثر من بغضه لدين الإسلام وما يبغض بلدا أكثر من بلد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تغير الحال ورجع وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن وجهك أحب الوجوه إلي إن بلدك أحب البلاد إلي إن دينك أحب الأديان إلي ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذه أخلاق الإسلام ونستقبل أول اتصال أم يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم نكمل إن شاء الله تعالى وهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي مكارم الأخلاق التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من المواقف تبين مكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام والتي دعا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا وهكذا كان الصحابة ردوان الله عليهم ألوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم يوسف السلام عليكم عليكم السلام ازاك يا شيخ يا أهلا وسهلا ممكن تطوى بطيطة كده اتفضل يا فاند أنا كنت ندرة ندر أن أنا أتبح حاجة يعني فممكن أخذ من الدبيحة دي ولا لا السؤال تاني كنت ندرة ندرة أنا كنت ندرة ندرة أن أنا أتبح حاجة لو الأمور دي حصلت مثلا تمام فالندر دا ممكن لو أنا دبحته حاجة تخص بيتي ولا ما أخذش منها أنت كنت لما نذرتي لما كنت نذرتي نذرتي إلى أن تتصدقي بها كلها ولا تأكلي منها والله أنا قلت لله لله نعم يجوز أن تأكلي منها وتتصدقي منها وتهدي منها لبأس إن شاء الله وتعالى ما فيش أي مشكلة خالص تأكلي منها بإذن الله طب حضرتك ممكن لك في الأحلام أو كده لا لا يسألي في تفسير الأحلام شكرا أم يوسف اتفضل نبينا صلى الله عليه وسلم دعا إلى مكارم الأخلاق لما جاء رجل إلى نبي صلى الله عليه وسلم صحبي جليل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر البر اسم جامع لكل خير فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون معنا اتصال نقول له سلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بزاك يا شيخ يا أهلنا وسهلا ومرحبا تحيياتي لحضرتك وقصة البرنامج والموضوع الشرك النهاردة عن الأخراج حياكم الله يا خاند مزيكم لكل خير الله يخليك عايزة بس أتل حضرتك ما الحكم مثلا في الجار اللي ما بيكون بيقعد يتطول على جاره في النزة والطلعه بألصاب مش كويسة ويرمله لما أرزك ماما قدام الباب والجار ده ما بيردش عليه ما بيردش عليه بقولك يمكن يختشه ويفكت لكن هو بيزيد بيتخيل ان اللي قدامه ده ضعيف وبيزيد فما العيدي عرف رأي حضرتك ورأي الدين رأي حضرتك ورأي الدين رأي الدين يقدم طبعا على كل شيء ايوه تبقى تقال تاني قبل ما حضرتك تزوجي انتفضال يا فاندي في بسم الله الرحمن الرحيم في فقية بتقول ولا أقسمه بيوم الكيامة ولا أقسمه بنفس اللوامة العيدي عرف من حضرتك فاشتير ما بين يوم الكيامة ونفس اللوامة تمام ان شاء الله بالنسبة للسؤال الأول طبعا هو ده موضوع حلقيتنا النهاردة أصلا حسن الخلق ومن حسن الخلق ومن الأخلاق الحميدة ومن الفضائل معاملة الجار وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربة واليتامة والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم وصية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل أن يعامل الإنسان جاره بأطب على أطيب ما يكون هذه الأخلاق الحميدة التي نتكلم عنها وهذه هي أخلاق الإسلام لابد للجار أن يعامل جاره معاملة طيبة كما أمره الإسلام ولابد الإنسان أن يتمسك بهذه المبادئ وهذه القيم فأولا عليك أن تنصح جارك وأن تذكريه بالله عز وجل وأن تذكريه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ثم بعد ذلك لابد أن يتدخل أهل الإصلاح ويتكلم مع هذا الجار وإن لم يستجب فعليك طبعا أن تلجأ إلى القضاء لا بأس على الإنسان ولكن عليك أولا أن تصبري وتتحملي وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وتعامليه معاملة طيبة كما أمر الله عز وجل فإن تغير فبها ونعمة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولينحمين والحمد لله ليس هناك عداوة ولا شيء وإنما هناك معاملة غير طيبة قد تتغير بمعاملتك أيضا الطيبة وبدعوتك الطيبة فإن استجاب فبها ونعمة وإن لم يستجب فكما قلت عليك أن ترجعي إلى القضاء ولا بأس إن شاء الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة هذا قسم من الله سبحانه وتعالى يقسم ربنا عز وجل بيوم القيامة ويقسم أيضا بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على تركه للخيرات وعلى تلوم صاحبها أيضا على فعله للمنكرات فالنفس اللوامة تذكر صاحبها بيوم القيامة وتذكره بالله عز وجل وتذكره بالوقوف أمام الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا نرجع فنقول إن الأخلاق الحميدة التي دعا إليها الإسلام لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما البر؟ قال ذكرنا الآية الكريمة جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء في الآية الكريمة بقوله بكلمتين عظمتين وهذا إن دل فإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم قال البر ليس بالصلاة وكثرة الصلاة وكثرة القيام وكثرة الصلاة الأرحم إنما جمع ذلك كله فقال البر حسن الخلق البر حسن الخلق والإثم الذنب قال ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس فالبر هو حسن الخلق إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيام من يا رسول الله؟ كثير الصلاة أم كثير الصيام أم كثير الذهاب إلى الحج إلى بيت الله أم المعتمر كثيرا ليس كل هذا إنما أحب الناس وأحب الخلق إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى الله عز وجل وأقرب الناس مجلسا يوم القيامة من أحاسنكم أخلاقا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا إلى يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا إذا كنت تريد الجنة فعليك بحسن الخلق إذا كنت تريد مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليك بحسن الخلق إذا كنت تريد محبة الله عز وجل ومن منا لا يسعى إلا من أجل محبة الله هل صلى المصلون يا سادة وهل قام القائمون وهل تصدق المتصدقون وهل أنفق المنفقون وهل حج الحاجون واعتمر المعتمرون إلا من أجل ماذا إلا من أجل إضاء الله عز وجل ومن أجل محبة الله عز وجل لهم هذا باب كبير وباب عظيم أقرب الأبواب دخولا وأقرب الأبواب دخولا إلى الجنة وأقرب الأبواب محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الأبواب التي ينال بها العبد محبة الله عز وجل هي حسن الخلق إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا لذلك أبو الدرداء رضي الله عنه أرضاه كان يصلي قيام الليل كما قالت أم الدرداء فما كان دعاء أبو الدرداء طوال الليل إلا في حسن الخلق طول الليل وائف بيصلي قدام ربنا سبحانه وتعالى وهو قائم وهو ساجن يدعو اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي اللهم أهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ويدعو الله عز وجل ويتودد إلى الله عز وجل بالدعاء في حسن الخلق فلما أصبح الصباح قالت له أم الدرداء يا أبو الدرداء ما كان دعاءك وما كانت صلاتك الليلة إلا في حسن الخلق فقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن العبد لا يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة وإن العبد لا يسوء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو فصل قصير ثم نعود انتظرونا بعد قليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا بفضل الله تعالى لنكمن الحديث مع حضراتكم عن الفضائل وحسن الخلق الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أن أهل الإيمان هم أهل الفلاح قالت سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال سبحانه فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فهذا الجزاء وهذا الثواب وهذه المكانة العظيمة من أجل ماذا؟ من أجل حسن الخلق فله مكانة عالية في ديننا الحنيف وفي شرعنا الإسلامي لذلك نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه بين ذلك في سنته وما جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل إتمام مكارم الأخلاق لذلك أيها الأحبة الكرام إن الإنسان إذا حسن خلقه كانت له مكانة بين الناس وأحبه الناس لا يحب الإنسان الإنسان صاحب الخلق السيء إنما يحبون من حسنت أخلاقه ومن تمسك بمكارم الأخلاق وبفضائل الأخلاق أما السيء الأخلاقي فالجميع يبتعد عنه ولا يقترب منه أحد إلا من هو مثله صاحب الأخلاق الحميدة لا يسخر من الناس ولا يسب أحدا من الناس ولا يشتم أحدا من الناس حتى وإن كان صاحبه على معصية وعلى إثم ووقع في معصية أو في ذنب فعليه أن ينصحه برفق وبلين كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أفضل من دعا إلى الله عز وجل في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مع الصحابة فعطس رجل من القوم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله لما قال آه يرحمك الله قطع صلاته وتكلم في صلاته فقال فرماني القوم بأبصالهم القوم ينظرون إليه فقلت واثقل أمي لماذا تنظرون إليه غضب عندما نظر إليه الصحابة الكرام لأنه تكلم في صلاته فجلس القوم يضربون على أفخاذهم أن يقولون له اسكت ولا تتكلم أنت في صلاة فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت معلما أحسن منه الله هذه أخلاق النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال ما رأيت معلما أفضل منه صلى الله عليه وسلم ما قهرني وما سبني وما شتمني إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي ذكر وقراءة قرآن وتسبيح وتحميد هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس معاملة طيبة إذا وقعت قدم أحدهم في ذلة ما قهره وما سبه وما شتمه إنما جاء صلى الله عليه وسلم رحمة مهدا فبما رحمة من الله لنت لهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبهذه الرحمة كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه والصحابة الكرام تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم مكالم الأخلاق بل وتمسكوا بها ما تعلموها فقط إنما وتمسكوا بها فكانت أخلاقهم كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يحب الذي يحب أحدا يتمسك بأفعاله وبأعماله ويتقلد بما كان يفعلها كذا كان الصحابة كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك أبو ذرن الغفاري حدثت بينه مشجرة في يوم من الأيام وبين مؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح فلما حدثت المشجرة وكان أبو ذرن في لحظة غضب فقال لصديقه ولمؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن السوداء فوصل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووصل النبي ما حدث بين أبو ذرن الغفاري وبين بلال بن رباح فرضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي ذر إنك مرء فيك جاهلية أتعايره بأمه أعيرته بأمه إنك مرء فيك جاهلية انظروا إلى نبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أنهم لا يصخرون من أحد ولا ينبذون أحد ولا يسبون أحدا ولا يعيرون أحدا ولا يشتمون أحدا ولا يتنمرون على أحد وهذا للأسف الشديد واقع لأن الناس لم يتعلموا أمور دينهم ولم يتمسكوا بمكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام إنما ابتعدوا عن ذلك فما وجدنا في مجتمعنا بإلا الكره والبغضاء والفحشاء والناس لا يحبون لبعضهم الخير من أجل ماذا؟ من أجل الحسد ومن أجل الضغينة ومن أجل هذه الرذائل نبينا صلى الله عليه وسلم قال له أعيرته بأمي إنك مرء فيك جاهلية وكيف لا يكون الإنسان في جاهلية وهو يسخر من الناس وهو يعلم يقينا بأن الذي خلق هذا الإنسان الذي يتنمر عليه أو الذي يسخر منه أو يعايبه أو يسابه أو يشاتمه إنما الذي خلقه هو الله عز وجل فالله مستعان عامة الله المساعدة تفضلي وعليكم السلام وحمة الله وبركاته كنت أسأل حضرتك تفضلي بعد إذنك أنا كنت في حديث سابق الفضيلة الشيخ سابق وكده ربنا يجيز صح والعافية كان بيكلم عن صلوات الأوابين نعم وحضرتك أنا كنت بتعودها يا فندم إن أنا طول عمري كان والدي رحمة الله عليه معلمني إن صلوات الأوابين أنا بصليها ست رقاعات عقب صلوات المغرب لمن عندي ونعندي كامل من نصوية معنة صلوات المغرب وحياتي خلاص على كده وجهت ساتك فضلة الشيخ ربنا يجيز صحة بيقول لا صلوات الأوابين هي صلوات رقعتين بعد صلوات الصبح الشروع نعم فهل هي حضرتك فيها تعدد يعني فيها تعدد فيها قولان يعني الوارد والله أعلم إن صلوات الأوابين المقصود بها صلوات الضحى ركتاء الضحى أو أربع ركعات أو ستة ركعات كما يعني يتيسر لك الأمور ليس فرضا وليس شرطا ركعتين ولكن هي وقتها يعني بعد صلاة الصبح اللي هو فيه وقت الشروق اللي هي صلوات الضحى يعني يعني كل حياتك كنت أنا بصليها كده يعني كنت أنا مش يعني إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا لك الأجر والثوب عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعني ولكن أنت قلت تقصدي بذلك فإن شاء الله تعالى يعني الله عز وجل لا يضيع أجرك ولكن الأجر والثوب عند الله عز وجل يعني رحمة الله لي كان متاعك مع وجني إن أنا خلاص بدأت إن أصلي منهون عندي دمجل سنة صلاة الأوابين ست ركعات عاقب صلاة المقرس دي ست ركعات عاقب صلاة المقرس دي ست ركعات عاقب صلاة المقرس لكنه نعم لعله سمع أحد الناس قال أمامه وذلك يعني فظن ذلك يعني ولكن كما أشرت طبعا في كلام فضيلة الشيخ صحيح إن صلاة الأوابين مقصود بها صلاة الصبح صلاة الضحى يعني صلاة الضحى هي ركعتين أو أكثر يعني ركعتين أربعة أو ستة ما فيش مشكلة آه كما يتيسر لك يعني يعني أغير يا فضيلة الشيخ طبعا تصليها آه تصليها في وقتها بإذن الله تعالى إن شاء الله شكرا جزيلا أبو أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا ومحابة حليك الله الله يخليك يا مولانا أنا اتغربت 29 سنة في خلال 29 سنة طبعا كنت بعمل أخوتي بميرد الله وثلاث الرحم يعني آه تمام فلوس كنت بابعة شهرية ليه تماما من الأخوات يعني شهرية آه عملت آه عمارة كتبت له فيها ثلاث شغل آه طلحت عمرة عملت كل شيء واخذ بلق يعني كويس معه بس بمجرد منزلتي نهائي من البلد الأجلية عملني أسوء معاملة فا حبيت سترد الحاجة بتاعتي لما جيتهم معاملة سيئة وقضع علي النوت يعني البيت انا داني هولو ساكن فيه لو مغضرة فيه ما واشي بداخلها فازم قطع علي النوت عشان بدخل البيت بكساة هل من حاجة أننا مثلا أسترد حاجة لنا كنت بتدهاله انت الحاجة اللي كنت بتدةهلهم على سبيل الهبة وعلى سبيل السعف الرزق اللي وسع عليك فتوسع عليهم وعلى سبيل المساعدة صح كده نعم صحيح طبعا ما ينفعش أنك تسترد ذلك لأنك مكنش بتدوله على سبيل السلف ولا على سبيل الأمانة فأولا ربنا سبحانه وتعالى يجزيك كل خير على ما قدمته لهم والله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده ذلك يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعوضك في أولادك خيرا ويعوضك في أهلك خيرا ويعني يجعله ذلك في ميزان حسناتك لعل هذا هو المنجي عند الله سبحانه وتعالى يمكن ده لا ينجيك عند ربنا عز وجل فيعني سمحه وعمله أيضا بما يرضي الله عز وجل ادفع بالله تهي أحسن ويعني هذا ما أمر الله عز وجل به أما أنك تفكر أن أنت تسترد يعني فقد يكون هذا صعب لأن أنت الآن تعاوز ترد البيت اللي أنت بنتهوله طب هتقعد ويعود فين مثلا يعني فيعني احتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى احتسب الأجر والثوب عند الله عز وجل وربنا يخلف عليك شكرا يا أبو أحمد نكمل ونرجع إلى حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستوصي يا رسول الله أوصلي وده أيضا في حسن الخلق يا سلام في حسن الخلق لا تغضب نقل ابن منصور رحمه الله تعالى أن من حسن الخلق ألا تغضب ولا تحتد الذي يدفع الإنسان إلى السب أو إلى الشتر أو إلى غير ذلك إنما هو الغضب لا تغضب جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصلي قال لا تغضب فكأن الرجل استقل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وصية شايفة أولئلة أوي لا تغضب فقال النبي يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فقال أوصني قال لا تغضب هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب فالذي يدفع الإنسان إلى أن يعامل الناس معاملة غير طيبة وأن يسب الناس أو أن يقهرهم أو إلى ذلك هو الغضب فمن حسن الخلق ألا يغضب معنا مكالمة تلفونية رجل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ اتفضل ومني يبارك فيك وفيك يا رب وفديك يا رب وجميع مشاهدينك وصعب القنعة اللهم أمين يا رب العالمين الله يحفظ اللهم أمين يا رب يا شيخ أنا قلت من النوم صليت المغرب وصليت العشاء وصليت الشفع والوقت رفتع العشاء تمام فأنا صليت تاني العشاء والشف والوطر معنا مش قاعد كده صحبير ولا ايه بالظبط طيب يعني أنت صليت قمت من النوم كان وقت المغرب انتهى والعشاء أذنت آه المغرب لا المغرب يأزب بعد كده كمت أنا من النوم صليت المغرب وصليت العشاء وصليت الشف والوطر صليت العشاء ليه مع رشت صليت العشاء ليه ماهو من شروطي صحة الصلاة دخول الوقت وفاجئة جيت العشاء إجدت انا ما اعرفش انا عامل ان المغرب والعشاء يدنه نعم فاستفاجعت اني انا وبصلي صليت العشاء والاستفع والوات وانا وجعد بصليت لجيت العشاء بيأزل لا يبقى عليك طبعا انك تعيد صلاة العشاء صليت العشاء نعم صليت استفع والوات نعم فما عاريش كده صح ولا لا كده صح طبعا صحيح الله يبارك لي لان من شروط صحة الصلاة دخول الوقت ما ينفعش اصلي قبل دخول الوقت لابد من دخول الوقت شكرا ايه ابو احمد اصداد ايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا اصداد اياه تفضل انا عندي سؤالين اعايز اعرف ازاي صلاة السنة جبولة وكده صلاة ايه فاندي معذرة الصوت بس شوية انا بسمح وانا بسعلي عمو كده وعايز اعرف صلاة الاستخالة انت صليها وازاي صليها تمام السؤال التاني حاضر الاستخارة تمام حاضر اريد ديبك باذن الله تسأل تسأل عن صلاة الاستخارة كافيتها ومتى يصل لها اذا عزم الانسان اذا عزم الانسان على قضاء امر من الامور عليه ان يستخير الله عز وجل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام الاستخارة بعد ان يفرغ الانسان من صلاة النافلة اي ركعتين نافلة ثم بعد ذلك يدعو دعاء الاستخارة اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك فانك تعلم ولا اعلم ان تعلم الغيوب الله من كان هذا الامر ويسمي الامر اللي هو هيعمله هيتزوج فلانا الله من كانت فلانا هذه اشتري عربية الله من كانت هذه السيارة اي ان كان الامر يسمي الامر الله من كان هذا الامر خير لي فوفقني له ويسره لي رب العالمين وان كان ليس فيه الخير يعني فيدعو الله عز وجل ان يصرفه عنه ثم لا ينتظر ان يرى رؤية كما يفعل بعض الناس لا طبعا هذا كلام غير صحيح ثم بعد ذلك يعزمه عن الامر الذي استخار الله عز وجل فيه فان كان فيه الخير فيقدر الله عز وجل له فيه الخير وان كان غير ذلك فسيصرفه الله عز وجل عنه جزاكم الله خيرا على حسن المتبعة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يحسن اخلاقنا وان يهدينا لأحسن اخلاق لا يهدي لأحسنها الا هو نسأل الله سبحانه وتعالى ان نلقاكم على خير باذن الله عز وجل وهذا ونصل الى نهاية حلقتنا ان شاء الله سيكون لنا لقاءات اخرى باذن الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص وأن يحفظ مصرنا من كل سوء ومكره وسائر بلاد المسلمين وصل اللهم وسلم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته